ننصحكم بعدم الذهاب لإدلب لأن عملياتنا العسكرية ستبدأ هناك هكذا هددت روسيا فصائل المعارضة السورية والمدنيين الموجودين في الجنوب السوري الذين لم يقبلوا بالاتفاق مع موسكو وقرروا التوجه إلى محافظة إدلب وكشفت الادعاءات الروسية حول الاستهداف المتكرر لقاعدة حميمين بالطائرات الموجهة من دون طيار وتحديد مصدر هذه الطائرات من مدينة جسر الشغور أن الهدف الاستراتيجي الأول للروس في حال قرروا القيامة بعمل عسكري في إدلب هو مدينة جسر الشغور ومحيطها وبعد تنفيذ الروس لكل تهديداتهم في كل المناطق سواء في ريف حمص الشمالي أو غوطة دمشق الشرقية وتاليا المنطقة الجنوبية على الرغم من كل التطمينات الغربية للمعارضة يبدو الآن وضع إدلب شديد التعقيد فالتوافقات الدولية تتجه نحو حلول حاسمة لمختلف المناطق السورية وهي كلها توفقات جاءت على حساب المعارضة وباتجاه إعطاء الضوء الأخضر للروس لتمكين النظام من السيطرة على كل الأراضي السورية كما أن هناك ذرائع وحججا لدى الروس لاقتحام محافظة إدلب أقوى بكثير من تلك التي تم تسويقها لاقتحام المناطق الأخرى فالروس هم الذين أشرفوا على ترحيل عناصر المعارضة إلى أدلب إضافة لوجود بلدتين كفرية والفوعة المؤيدتين للنظام والمحاصرتين من قبل فصائل المعارضة من جهة أخرى وتأخذ المعارضة السورية التهديدات الروسية هذه بجدية وخاصة أن الوقع أثبتت ضعف الأطراف الضامنة أو التفافها على ما تم الاتفاق عليه في المؤتمرات الدولية خصوصا مخرجات أستانا واتفاقيات خفض التصعيد التي انتهت لصالح النظام السوري الذي سيطر على مناطق خفض التصعيد وهجر أهلها كما ترى المعارضة أن وضع إدلب أشد تعقيدا من باقي المناطق إذ تحتوي عددا كبيرا من المدنيين الذين هجروا من باقي المحافظات حيث أن أي عمل عسكري سيقوم به النظام السوري ستكون نتيجته مجازرة بالجملة ترجمة نانسي قنقر